تقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعازية في وفاة الشيخة شيخة بنت سعيد المكتوم رحمها الله من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية واسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل انهيان مستشاري صاحب السمو ورئيس الدولة واسمه الشيخ خالد بن محمد بن زايد ألنهيان نائب مستشار الأمن الوطني واسمه الشيخ بياب بن محمد بن زايد ألنهيان والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ألنهيان مدير إدارة شرق أسي والباسيفك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والشيخ انهيان بن حمدان بن محمد ألنهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد ألنهيان الذين أعربوا عن صادق عزائهم ومواساتهم في فقيدة المكتوم الكرام رجنا الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون وتقبل التعازي إلى جانب سموه في قصر زعبيل بدبي مساء اليوم الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات واسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وأنجال الفقيد اسمو الشيخ حشر والشيخ أحمد والشيخ المر والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعاء المكتوم